فاجأت دولية الجزائرية سر العروسي جميع من تابع مباراة فريقه اليوم نادي شيفيلد الإنجليزي ضد أستون فيلا بمستواه الكبير رغم غيابه الطاول عن الملعب ومن تابع العروسي اليوم خاصة في الشوط الأول لن يصدق أنه لم يلعب ولا دقيقة منذ سبع مباراة كاملة مع ناديه شيفيلد وحاول مدرب أستون فيلا إمري تغيير خطط اللعب وجعل الثلاث بيلي وماجين وديابي يتنوبون على العروسي إلا أنه لم يترك ولا واحد منهم يمر أو يشكل هجم خطير على فريقه مبطلا كل محاولات أستون فيلا في التسجيل من جهته وحاول حتى في بعض الانطلاقات الهجومية لكن لعبه الدفاعي كان أكثر تطبيقا لتعليمات مدربه الذي وضع فيه الثقة هذه المرة وأشركه كأساسي وتفاعل أنصار الكرة الإنجليزية ومتابع فريق شيفيلد مع مستوى ابن وادسوف وراحوا يثنون على مستوه اليوم في تغريداتهم على منصة اكس تويتر سابقا وحتى موقع الإحصائية العالمي هوس كورد انضم للمعجبين بأداء العروسي ومنحه أعلى علامة وأفضل لاعب من الطرفين ب7.1 من 10 متفوقا على الجميع عودة العروسي القوية من شأنها أن تريح الناخب الوطني جمال بالماضي وتؤكد اختياره الرسمي في قائمة السبع والعشرين النهائية المشاركة في كان كوديفور بديلا للنجم رايان أيت نوري موسيقى